دكتور هارس لقد عاد للحياة الآن لأخذنا في جولة حول المكان دكتور هارس ألاحظ أنه بلحية لكن لا أعتقد أن معظم الأباطرة فعلوا ذلك قبل دكتور فرشير لقد ذكر أحد كتاب السيرة القدماء أن الإمبراطور عانى من بثور في وجهه لذلك حاول إخفاءها لكن هذا ليس صحيحا يكمن السبب الحقيقي في أن الإمبراطور قد أحب مدينة أثنى وكذلك المدارس الفلسفية في أثنى وقد امتلك جميع الفلاسفة لحا دكتور هارس نحن الآن في فيلا هادريان التي تقع خارج روما كم استغرق بناء هذه الفلا دكتور فرشير لقد بدأ البناء من اللحظة التي أصبح فيها إمبراطورا في عام 117 لقد بدأ التفكير في امتلاك ملجأ خاص لإدارة شؤون الحكومة خارج روما لكن قريب منها وأحد أسباب ذلك هو أنه في الأيام الأولى بعد تسلم الحكم عام 117 كان عليه إعدام ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ وهذا ما جعله يشعر بالخوف من البقاء في روما دكتور هارس ما هو حجم هذه الفلا؟ دكتور فرشير حسنا تتراوح مساحتها بين 200 إلى 250 فدانا وتتكون من 30 مبنى رئيسيا كان الإمبراطور معماريا هاويا واستمر في إنشاء المباني لقد كان مهوسا بالبناء وذات مرة وجه سلفه المعماري أبول دروس الدمشقي انتقادات لمبنى صممه الإمبراطور في روما فأجبره الإمبراطور على الانتحار لكن ذلك يوضح مدى حب الإمبراطور للهندسة المعمارية دكتور هارس توجد مكتبات هنا ومعابد ومجمعات سكنية وحمامات دكتور فرشير توجد حدائق ذات منحوتات وبركة ونوافير توجد أيضا قاعات لتناول الطعام منها داخلية للشتاء ومنها خارجية للصيف وبالتالي يمكن قضاء وقت جيد طوال العام ويعد هذا القصر نموذجا مصغرا لمدينة روما دكتور هارس لقد تم تزيينها بشكل رائع دكتور فرشير لم يتم استخدام لوحات الفريسكو التي تنتمي للطبقة المتوسطة بل استخدمت حجارة الرخام المقطوعة على الجدران والأرضيات التي تم إحضارها من جميع أنحاء الإمبراطورية ننظر الآن إلى مسلة من الجرانيت من مصر هذا يعبر بطريقة ما عن قوة روما وثروتها ومصادرها دكتور هارس هل يمكن أن نتجول حول أبرز الأماكن في الفيلا؟ دكتور فرشير أجل سنتجه الآن إلى طريق خارجي في المقدمة ويمكن رؤية مبنى كبير في نهاية الطريق يسميه المعاصر الردها وكان يستخدم لاستقبال الضيوف القادمين من روما وعند الوصول غالبا ما يكون الضيوف متعبين وبحاجة للاستحمام لذلك هناك مبنى حمامات جميل بجوار الردهة الاستقبال وعند الانتهاء من الاستحمام يستطيع الضيوف تناول وجبة بعد ذلك يستقبل الامبراطور ضيوفه في واحدة من قاعات الجمهور المتعددة في الفيلا تتسع هذه القاعة للمئات وفي أيام الذروة على سبيل المثال والتي تتضمن استقبال أعضاء مجلس الشيوخ يحضر مئات من الناس وهذه هي قاعة الاستقبال الأولى دكتور هارس يمكنني رؤية هذه الإطلالات الرائعة عند النظر من الأبواب والنوافذ دكتور فراشر كان الامبراطور مهتما بالإطلالات وتوجيه عين النظر إلى ما يريد الامبراطور له أن يراه ننظر الآن مباشرة إلى جزء شهير جدا من الفيلا وأعتقد أنه قد ورد ذكره في الكثير من كتب الطلاب إنه يسمى مبنى الكنوب وقد وضع الامبراطور إحدى أكثر القطع المعمارية إبداعا فيه إنه صف من الأعمدة المنحوطة ويسمى الجزء الذي يعلو الأعمدة أسكوفية إنها ذات أقواس وأسفل الأقواس وضعت بعض من التماثيل المفضلة لدى الامبراطور لقد أراد التحقق من أن الزوار المهمين سيتمكنون من مشاهدة تصميمه والإعجاب به منذ لحظة وصولهم دكتور هارس إن التماثيل التي تزين الفيلا مستمدة من التماثيل اليونانية القديمة وبعض التماثيل المصرية القديمة دكتور فرشير امتلك الامبراطور نسخا من أنواع التماثيل المصرية واليونانية والرومانية المفضلة لديه لكنه أمر بإنشاء بعض المنحوطات الجديدة لقد عمل نحاتان موهوبان لصالح الامبراطور كان قد أحضرهما من مدينة أفروديسياس التي تقع في منتصف تركيا الآن النحاتان هم بابوس وأريستياس وقد صنع بعض القطع الجميلة التي لا تزال محفوظة ومعروضة في متحف الكابيتول دكتور هارس هل نستطيع مشاهدة مبنى الكنوب؟ دكتور فرشير أجل هذا هو مبنى الكنوب وننظر إلى أحد الأجزاء المفضلة في الفيلا وهو ما يسمى السيرابيوم وهو معبد الآلهة سيرابيس هذا ليس معبدا بل هو غرفة طعام خارجية حيث أحب الامبراطور تناول طعامه في الصيف لقد ذكرت سابقا أنه بعد الوصول إلى الردها والاستحمام ربما يتم استدعاء الضيوف إلى قاعة الجمهور أو يتم استدعاءهم لتناول الطعام مباشرة مع الامبراطور يمكن رؤية التصميم الذكي للمكان بحيث يبعث على الانتعاش فهو مليء بالشلالات الصغيرة المزودة بمياه من قناة مياه خاصة بالامبراطور يسمى الشكل الشبه الدائري المقابل لنا مقعد للاستلقاء بعد تناول الطعام إنها أريكة كبيرة ذات وسائد تستوعب عشرين أو ثلاثين شخصا ننظر الآن إلى صف من الأعمدة ذات التيجان التي تتبع النظام الكورينثي هناك شيء لم نلاحظ لكن أحبه الامبراطور وأعاد إحيائه في أجزاء أخرى من الفيلا وهو النظام الدوريسي لم يستخدم هذا النظام كثيرا في العمارة الامبراطورية الرومانية حيث كان البناء يتبع النظام الكورينثي سابقا إلا أن هادريان أحب النظام الدوريسي أيضا فقد ذكره بمدينة أثناء واليونان دكتور هارس لقد علمنا أن الامبراطور هادريان كان متدينا دكتور فراشر أجل لقد كان متدينا جدا فهو إله مستقبلي لذلك واجب عليه احترام الآلهة لقد بنى معابدا في جميع أنحاء المكان بما فيها هذه البقع دكتور هارس هل يمكن زيارة أحد المعابد؟ دكتور فراشر لقد انتقلنا من معبد السيرابيوم إلى منطقة تسمى روكابرونا وهذا اسم حديث على القمة يوجد معبد يتبع النظام الدوريسي وما يثير الاهتمام أكثر هو محراب الآلهة إيزيس الموضوع في قاعة مستديرة ويمكن رؤية الكاهن إلى اليسار توجد قاعة مستديرة تحتل ثلثي مساحة معبد البانثيون إن الشمعدانات الموجودة أمامنا مزخرفة بقواعد تحمل تصاوير متعلقة بعبادة الآلهة إيزيس هذا هو تمثال إيزيس الموجود الآن في متحف روما وقد كانت إيزيس ملكة الجنة وبالتالي كانت تحكم الأرض والسماء وكان يقام لها مهرجانا في روما في موعد انقلاب الشمس الصيفي إذ يتم العودة إلى التوقيت الصيفي عند غروب الشمس هذا هو التمثال ويمكن رؤية كيف قام الإمبراطور بوضع التمثال في المحراب بحيث يتم إضاءة المكان عند الغروب في انقلاب الشمس الصيفي دكتور هارس هذا مذهل يوجد سقف منقوش في القبة أليس كذلك؟ دكتور فراشر أجل توجد قبة على السقف ذات سخارف تصور السماء وضعها الإمبراطور مع آلهة الشمس في عربته في أعلى نقطة في القبة وهي دائرة البروج الموجودة في أخفض شريط من القبة انظر إلى ما يوجد أعلى تمثال الآلهة إيزيس إنها كوكبة التوأمين وقد وضعها هناك لأن آخر يوم في تلك الكوكبة هو يوم انقلاب الشمس الصيفي إذن تتجه جميع هذه الأجزاء نحو غروب انقلاب الشمس الصيفي لأن هذا هو يوم هام بالنسبة للآلهة إيزيس دكتور هارس يشرفنا القيام بهذه الجولة بصحبتك شكرا جزيلا دكتور فراشر على الرحب والساعة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور فراشر której أنظر وق emp essas حجعدت حżenia شكرا جزيلا شكرا جزيلا